اهلا بكم في هذه الحلقة من الواقع العربية التي نسلط فيها الضوء على ملف الهجرة إلى أوروبا عبر البحر والتضاعف أعداد المهاجرين في 2014 مناطق الصراع في العالم تتزايد الأزمات الاقتصادية مجتمرة وبالطبع نطقتنا العربية ليست استثناء النتيجة هي تزايد عدد الساعين إلى الهرب من بلادهم بحثا عن الأمان أو الحرية أو لقمة العيش وهو ما يمكن تلخيصه تحت عنوان الحياة الكريمة من هنا يبدو ملف الهجرة بكل تعقيداته ومأسيه حاضرا بقوة في العام الجديد الذي أطل علينا منذ أيام الهجرة إلى أوروبا خيار رئيسي للساعين إلى حياة أفضل والبحر هو السبيل لذلك سجلات العام المنصر تزاحم بقصص إنسانية مؤلمة وأرقام صادمة حول تجارة يجني المهربون منها أرباحا تقدر بملايين الدولارات في أقل تقدير تقرير ماريو مبيش البحر أمامهم والحرب خلفهم أكثر من ثلاثة ألاف وأربعمائة شخص أجبروا على الهجرة غير الشرعية ثم ماتوا غارقا في مياه البحر الأبيض المتوسط خلال العام الماضي الرقم الصادم الذي أعلنت عنه المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لا يشمل ضحايا نهاية ديسمبر الماضي وبداية العام الجاري أكثر من ألف مهاجر سوري ترك في عرض المتوسط بعد أن تخلى عنهم طاقم سفينة الشحن التي كانت تقلهم مات على الأقل أربعة أشخاص وأنقذ خفر السواحل الإطالي البقية لم تكن أول عملية إنقاذ وعلى الأرجح لم تكن الأخيرة خلال عام واحد تضاعف عدد المهاجرين غير الشرعيين الباحثين عن الأمن في أوروبا ثلاث مرات مقارنة بعام 2011 وكان المفوض السام لشؤون اللاجئين أنتونيو جوتيرس دعا سابقا المجتمع الدولي إلى محاربة جذور الأزمات التي تدفع بمئات الآلاف للتفكير في الهجرة غير الشرعية بدفع اليأس وليس الأمل على حد تعبيره بعد هذه الدعوة لم يتغير شيء سوى ازدياد أعداد من انتهت بهم الرحلة بالموت غرقا كان على متن العبارة التي اندلع فيها حريق قبل أيام قبلة السواحل اليونانية ما لا يقل عن ثلاثمائة شخص يصعب تحديد عدد القتلى لأن فرق الإنقاذ لم تتمكن من انتشال كل الجثث وصول المهاجرين غير الشرعيين إلى وجهتهم بعد دفع أموال طائلة للمهربين لا يعني نهاية المحنة إجراءات دول الاتحاد الأوروبي لوقف الهجرة غير الشرعية تزداد صرامة وقصوة فأبواب القارة العجوز ليست مفتوحة لمن جعلت منهم الحرب مهاجرين غير الشرعيين والمجتمع الدولي مشغول أكثر بعقد مؤتمرات عقيمة تنتهي بالفشل في إيجاد حلول سياسية لحروب ملعونة وبعد من أجبر على ركوب البحر بحثا عن أمان مفقود في الوطن الأم قد لا يصل أبدا وتنتهي رحلته في طريق الموت ومعنا لمناقشة هذا الموضوع محمد أبو عساكر الناطق باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تابعة للأمم المتحدة من دبي ومن مدينة مانشستر أحسان عادل المستشار القانوني في المرصد الأورو متوسطي والخبير القانوني في قضايا الهجرة غير الشرعية طيب البيانات المتاحة تشير إلى أن سنة 2014 كانت سنة قياسية في مستوى الهجرة إلى أوروبا عبر البحر سواء بالنسبة للذين وصلوا فعلا أو أولاك الذين تقطعت بهم السبل وابتلعهم البحر سيد أبو عساكر لو نستفيد قليلا في الشرح حول هذا الموضوع مما رصدته تقاريركم نعم الحبيب بداية كل عام وأنت وجميع المشاهدين بألف خير وجميع اللاجئين بألف خير ونأمل أن يكون العام 2015 عام أمل لهؤلاء اللاجئين بالعودة إلى ديارهم وعام سلام يحلوا على البلدان التي آتوا منها ويعودوا بأمن وسلام العام 2014 فعلا كان عاما مأساويا على خاصة من راكبوا البحر أريد أن أضح وأفرق بين النقطتين أساسيتين من يركب البحر ويخاطر بحياتهم هؤلاء أشخاص هربوا من ديارهم ومن بلدانهم طلب للحماية هؤلاء طالبي الحماية لا جاء إلى دول أوروبية من أجل الحماية دولية وهناك أشخاص آخرين أيضا يركبوا البحر وهم يذهبوا بهدف طلب الرزق نحن في المفوضية السامية الأمم المتحدة لشولاجين أعربنا عن قلقنا البالغ اتجاه تزايد العدد الكبيرة في العام 2014 حيث كان هناك أكثر من 348 ألف شخص اجتازوا أو خاطروا بحياتهم عبر البحار منهم أكثر من 200 ألف في البحر المتوسط وحده هؤلاء خمسين بالمئة منهم جاءوا من سوريا واريترا نحن نتحدث على منطقة الشرق الأوسط منطقة تعجب الصراعات سواء كان في العراق أو في سوريا أو في دول عربية الأخرى دفعت بالكثير من هؤلاء الأشخاص إلى المخاطرة بحياتهم والجوء إلى دول أوروبية سيد أحسن ما السبب وراء هذا الارتفاع الضخم في الذين يريدون أو يحاولون الهجرة إلى أوروبا يعني في الحقيقة هذا الارتفاع الضخم هو يعود إلى الواقع الموجود حاليا والصراعات والآلام والموت الذي يلاحق هؤلاء اللاجئين سواء في بلدانهم التي لجأوا منها أو حتى في البلدان المجاورة التي يلجأون إليها طلبا لحياة أفضل هؤلاء اللاجئين كما ذكر زميل المتحدث في المفاوضية لشؤون اللاجئين المفاوضية العليا لشؤون اللاجئين في معظمهم هم من سوريا ومن إرتريا فيما يتعلق بإرتريا نحن نتكلم عن أوضاع اقتصادية صعبة للغاية فيما يتعلق بسوريا نحن نتكلم عن نزاع دائر منذ ثلاث سنوات نتكلم حتى الآن عن مئات الألاف من القتلى هناك أعداد لاجئين هناك حوالي ثلاثة ملايين لاجئ حتى الآن هؤلاء اللاجئون يذهبون إلى البلدان المجاورة لسوريا ولكن هذه البلدان الآن تنوع عن حمل هذه الأعداد الكبيرة جدا من اللاجئين نحن نتكلم عن وضع استثنائي في التاريخ ربما ليس فقط في التاريخ الحديث بل في تاريخ البشرية كلها أننا نتكلم عن هذا العدد الضخم جدا من اللاجئين وبالتالي بالتأكيد هذا الواقع يفرز أن هؤلاء اللاجئين يبحثون عن سبل أخرى لحياة أفضل وهم يعتقدون أن ربما يكون هناك في أوروبا هناك فردوس موعود هناك جنة جنة يعتقدون أنها ربما تكون موجودة يفتقدونها في البلدان التي يعيشون فيها أو التي يلجأون إليها سيد أبو عساكر أعتقد أنه من الضروري التفريق بين طالبي اللجوء وقد ينسحب هذا الموضوع على السوريين ربما بشكل أو بآخر وعلى الذين يرمون الهجرة الاقتصادية لطلب الرزق هل في تقاريركم ما يفصل بين هذين المظهرين من الهجرة غير الشرعية؟ بداية موضوع الهجرة غير الشرعية يصعب التنبؤ بالأرقام الحقيقية للذين يركبون البحر لأن هذه العملية تتسم بأنها عمليات سرية في غالب الأحيان ولكن التقارير المتوفر لدينا من خفر السواحل في الدول الأوروبية ومن الدول اللجوء والدول المستقبلة لهؤلاء الأشخاص تفيد بأن هؤلاء الأشخاص في معظمهم هم من طالبي اللجوء هناك بعض الأشخاص الذين يتجهون من أجل الرزق ولكن كما ذكرت الأوضاع المأساوية والحروب والاضطهاد في بلدان المنطقة العربية أصبحت تزداد يوما بعد يوم نحن نتحدث على ليست فقط عمليات التهريب فقط هناك تجار موت يتاجرون بأرواح هؤلاء الأشخاص منهم 75% منهم نساء وأطفال يتاجرون بأرواحهم ويجنوا ملايين الدولارات هؤلاء يجب من يقدموا للمحاكمات علاوة على ذلك هناك أشخاص يفقدون أرواحهم في هذه المحاولات الخطرة جدا نحن نتحدث على العام 2014 حتى شهر نوفمبر الماضي هناك أكثر من 4200 شخص فقدوا أرواحهم ولقوا حتفهم وسط البحر منهم 3200 شخص في البحر متوسط وحده هذه أرقام غير مسبوقة نحن نتحدث على ثلاث أضعاف الرقم مقارنة بالعام 2011 نتحدث على طالبية اللجوء الذين أتوا من المناطق العربية هذا يتزامن في الوقت الذي تزداد فيها الحروب شراسة في الوقت الذي تزداد فيها عمليات النزوح في المنطقة نحن نتحدث على أن في العام 2013 وحده هناك أكثر من 10 مليون شخص أجبروا على ترك منازلهم منهم 2.5 لاجئين يعني 2.5 مليون لاجئ يعني أضطروا أن يعبروا الحدود الدولية إلى دول مجاورة في عام واحد هذه أرقام لم نشهدها منذ الحرب الرواندا منذ عشرين عاما هذه أرقام غير مسبوقة نتحدث على موجات نزوح كبيرة وموجات لجوء كذلك كبيرة الدول المجاورة للمناطق لا تشهد النزاع تشهد اقتضاظ ومعاناة وعبئ كبير على المستوى الاقتصادي والاجتماعي يضطر فيها هؤلاء الأشخاص إلى أن يركبوا البحر ويخاطر بأرواحهم مع عائلاتهم طلبا للحماية سيد إحسان يعني مسؤولية من ضبط هذا الموضوع؟ هل الحكومات تقوم بالدور الكافي؟ أم أنها سلمت بالأمر الواقع وباتت عاجزة عن المراقبة؟ يعني في الحقيقة هناك مسؤوليات متشابكة جدا فيما يتعلق بهذا الموضوع هناك ابتداء مسؤولية ربما نقول على مجلس الأمن مجلس الأمن هو من مسؤوليته أن يقوم بحفظ الأمن والسلم الدوليين والواقع الآن وهذه الأعداد الكبيرة جدا من هؤلاء اللاجئين ما يضطرهم إلى ركوب البحر وما قد يؤدي بهم إلى الموت هو واقع أفرزه هذا النزاع وهذا النزاع أفضل أنه يهدد الأمن والسلم الدوليين الآن الواقع في سوريا يهدد حياة ملايين البشر ومع ذلك حتى الآن مجلس الأمن عاجز عن اتخاذ قرار فعلي ومؤثر يؤدي إلى التخفيف عن الناس ويؤدي إلى إنهاء هذا النزاع هذا من جهة من جهة أخرى هناك ما يتعلق بالدول المجاورة لمناطق مثلا لسوريا هذه الدول في بعض الأحيان بالتأكيد هي الأعداد التي تصل إليها كما ذكرت تنوع عن حملها لكن في نفس الوقت هناك مشكلة عندنا نحن نتكلم عن عصابات تهريب موجودة وهذه العصابات في كثير من الأحيان لها تفريعاتها عصابات تهريب عابرة للدول وبالتالي فهي تتصل في أكثر من دولة ولها علاقات في أكثر من دولة وهذه الدول مطلوب منها أن تتحرك وأن تتعاون فيما بينها الآن مثلا عندما نتكلم عن الحادث الذي وقع في أكتوبر من عام 2013 هذا الحادث عندما غرق قارب كان يقل قرابة أربعمائة مهاجر معظمهم من السوريين ومن فلسطينية سوريا أيضا أكثر من مئتين منهم ذهبوا ما بين قتلى وغرق مفقودين هذا القارب غرق بسبب أن هناك قارب آخر لاحقه وقام بإطلاق النار عليه وكنا في ذلك الوقت قد أجرينا تحقيقا في هذه المسألة ووصلنا إلى بعض النتائج فيما يتعلق بالأسماء وبعض النتائج فيما يتعلق بمواصفات القارب الذي قام بإطلاق النار هذه النتائج زودنا بها الدول المتعلقة بها هذا الموضوع ومع ذلك لم يجري حراك حقيقي لإنهاء هذه المشكلة يمكن أن نقول أن هناك حتى نوع لا أريد أن أقول من التواطئ لكن هناك نوع من السكوت ومن التماهي والتغاضي عن هذه الشبكات ربما لأن هذه الدول غير معنية ببقاء اللاجئين في أراضيها هي معنية أيضا بأن تخفف من عبء اللاجئين في أراضيها وبالتالي فهي تحاول أن تغض الطرف عن هؤلاء المهربين هذا من ناحية أخرى ناحية ثالثة ومهمة جدا أيضا ونحن هنا في أوروبا هناك مسؤولية كبرى على الدول الأوروبية بل على الدول الغنية في العالم بالعموم اتفاقية اللاجئين لعام 1951 في الديباجة لها ذكرت أن مشكلة اللاجئين هذه المشكلة هي مشكلة العالم ويجب على العالم أن يتعاون فيما بينه ويجب على دول العالم أن تتعاون فيما بينها لجعل هذه المشكلة محدودة بحيث أن لا تؤثر على أمن العالم ككل الآن المشكلة القائمة هي تؤثر على أمن العالم ككل المشكلة أن الدول الغنية البعيدة عن التأثير المباشر لهذه المشكلة لا تتعاون لا تحاول أن تشارك في حمل عبء اللاجئين مثلا نحن نبعو باستمرار دول أوروبا إلى أن تتقدم خطوة إلى الأمام وتقول نحن مستعدون لاستقبال أعداد من هؤلاء اللاجئين من أراضيهم يأخذوا دون أن يضطروا إلى ركوب الموج يأخذوا من أراضيهم إلى تلك الدول اللي يعيشوا بأمان وسلام تأكيدا لكلامك كان هناك تصريح لافت منذ فترة للمفاوض السامي الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو جوتيراس قال فيه أن بعض الحكومات تولي أهمية أكثر فأكثر لإبقاء الأجانب خارجا بدلا من التمسك بمبادئ اللجوء سيد أبو عساكر هل هذا يعني أن الحكومات الغربية بدأت تتخلى عن مسؤوليتها القانونية والأخلاقية أيضا؟ يعني هذه المشكلة بالنسبة للمسؤولية تقع على هناك ثلاث من مستوياتنا المسؤولية إذا تحدثنا على المستوى الأوروبي هناك بداية دعنا أقول أن المجتمع الدولي أخفق في إحلال السلام في المنطقة والعالم نحن نشهد عداد تزيد يوما بعد يوم على مستويات النزوح واللجوء في العالم سنة تلو الأخرى تزداد في عدد النازحين واللاجئين الحروب تزداد والمأساة تزداد والمشردين يزدادون ما يدفع الناس للمخاطرة بحياتهم هذا على مستوى المستوى الآخر بنسبة لدول اللجوء أو دول العبور التي يخرج منها هؤلاء اللاجئين تشدد الرقاب على هؤلاء الأشخاص مما يدفع تجار الموت بأن يتاجروا بأرواح هؤلاء الأشخاص لم تكن هناك طرق سلمية وطرق مشروعة وقانونية تسهل على حيات هؤلاء الأشخاص لم يضطر هؤلاء الأشخاص إلى اللجوء إلى تجار الموت والسماسرة الدول الأوروبية تقيد الحرية في الوصول إلى بلدانها بالطرق الشرعية والقانونية تجديد القيود على هؤلاء الأشخاص يدفع مرة أخرى تجار الموت والسماسرة إلى المقامرة بأرواح هؤلاء الأشخاص وركوب البحر بطرق سرية وصولا إلى هذه البلاد لذلك المسئولية مشتركة على كل هذه المستويات الدول الأوروبية تضع قيودا أكثر سرامة مما كانت عليه لم نشهده من قبل ولذلك المفوض السامي صرح بأن على الدول الأوروبية التخفيف من هذه القيود وإيجاد طرق سليمة ومشروعة وقانونية تسمح بوصول هؤلاء طالبي اللجوء والذين هم بحاجة لحماية دولية من الوصول إلى تلك البلدان في تلك المرحلة لا يستطيع هؤلاء الأشخاص ولا يكون بمقدورهم ولا برغبتهم اللجوء إلى طرق فيها مخاطر على أرواحهم وأرواح عائلاتهم من أجل ركب البحر ولكن سيد أحسن هل الأزمة في مواجهة مافيا المهربين يعني لصعوبات قانونية تشريعية أم لوجستية أم لغياب كل للتنسيق بين الأطراف المتداخلة يعني هي في الحقيقة هي متشابكة هي من كل ما ذكرت هناك في الجانب الأول نعم هناك إشكال تشريعي قانوني يتعلق بهذا الجانب لأن العالم ودول العالم يعني عادة القانون لا يفترض أن يتعامل مع ما هو واقع والقانون السابق خصوصا فيما يتعلق باتفاقيات اللاجئين وخصوصا عندما نتكلم أيضا عن الاتفاقية الخاصة باللاجئين بالاتحاد الأوروبي هذه الاتفاقيات لم تتعامل ولم توضع عندما وضعت لتتعامل مع هذه الحالات من اللاجئين ومن الأعداد الهائلة من اللاجئين التي تصل بهذا الكم وبالتالي فهناك إشكالية فيما يتعلق بهذه التشريعات مثلا عندما نتكلم عن القوارب التي تصل إلى المياه الإقليمية في كثير من الأحيان يحصل مشكلة بين دول الاتحاد الأوروبي خصوصا عندما نتكلم عن الدول القريبة من البحر الأبيض المتوسط إيطاليا، مالطا، اليونان يحدث أحيانا بينها مشكلة في التنسيق على مستوى من هو المسؤول عن مساعدة هؤلاء اللاجئين من هو المسؤول عن إنقاذ هذا القارب الذي يكاد يغرق في المياه الإقليمية هنا أو هناك أنت المسؤول لا أنا المسؤول وهكذا وهذا يحدث مشكلة وحتى الآن الدول متباطئة في حل هذه الإشكالية هذا من جهة من جهة أخرى كما ذكرت أيضا هناك إشكالية تتعلق بالنية لحل حقيقي لهذه الإشكالية لأن الدول في النهاية، هذه الدول سواء دول الاتحاد الأوروبي أو حتى بعض الدول العربية هي جزئيا غير معنية بحل هذه الإشكالية بشكل صحيح لأنها كما ذكرت سابقا تريد أن تخفف من أعباء اللاجئين الذين يصلون إلى أراضيها يعني فيما يتعلق بإيطاليا في كثير من الأحيان هي أصلا تتغاضى عن اللاجئين الذين يصلون إلى أراضيها المفترض وفق القانون الاتحاد الأوروبي الاتفاقية الخاصة باللاجئين للاتحاد الأوروبي هي أن تقوم بأخذ بصماتهم أحيانا إيطاليا تحاول أن تتغاضى عن أخذ بصمات هؤلاء اللاجئين من أجل أن يذهبوا إلى دول أخرى بحيث أن تأخذ تلك الدول بصماتهم وتتعامل معهم كلاجئين إذن نحن نتكلم عن أن هناك إشكال من ناحية تشريعية التشريعات الموجودة حاليا غير مهيئة للتعامل مع الواقع الحالي وأيضا هناك إشكال لوجستي سياسي يتعلق بمدى استعداد هذه الدول للتعامل مع هؤلاء اللاجئين ومدى تقبلها لأن تحل هذه المشكلة بشكل فعلي وحقيقي غريب لي أن نسمع دائما عن اجتماعات ومؤتمرات تعقد حول هذه الملفات ولكن لم تظهر نتائج ملموسة إلى حد الآن سيد أبو عساكر وأنتم طرف أفترض في كل هذه المشاورات لماذا لم تثمر كل هذه الاجتماعات منذ بدأت تطفو على سطح هذه الظاهرة أي نتائج إلى حد الآن يعني هذه المشكلة بدأت تظهر على السطح خلال الثلاث سنوات الماضية مع تزداد الأعداد الذين يعبرون البحر كما ذكرت أن الأعداد تزيدت ثلاث أضعاف مقارنة بالعام 2011 علاوة على ذلك القدرة الاستيعابية لكثير من الدول الأوروبية وصلت إلى حد التشبع ولا يمكن بإمكانها استقبال المزيد بإضافة إلى ذلك هناك أمور لوجستية تختص بها دول الاتحاد الأوروبية غير مهيئة لاستقبال وتوفير أماكن أمنة وهذا كان هو عنوان المؤتمر الذي نظم في شهر ديسمبر الماضي الذي نظمته المفوضية السامية للمتحدة لشهر اللاجئين الخاص بحماية اللاجئين وطالبي اللجوء في البحر وطلبنا من خلاله بتقديم تسهيلات أكثر لطالبي اللجوء كان هناك وثيقة مقدمة من المفوضية تجتمل على 12 بند خاصة بدول الاتحاد الأوروبي ودول اللجوء أو دول العبور إضافة إلى بلدان الأصل نحن نأمل أن تأخذ هذه التوصيات على محمل الجد وأن تبدأ في التنفيذ في أقرب وقت ممكن هذه تشمل بشكل أساسي وفقا لقانون البحار الدولي بتوفير بيئة آمنة وطرق فاعلة لحماية طالبي اللجوء في وسط البحر ومساعدة ربما نتأسفهم بتقديم الحماية لطالبي اللجوء في وسط البحر أينما كانوا إضافة إلى توفير أماكن آمنة في لحظة وصول طالبي اللجوء وتقديم المساعدة لهم وتوفير نظام التحويل القانوني الخاص بتوفير الحماية الدولية واللجوء لهؤلاء الأشخاص أو لم شمل هؤلاء العائلات مع أسرهم في بلدان قد تكون في داخل الاتحاد الأوروبي أو خارجها إضافة إلى حل المشكلات في بلد الأصل من البداية نحن نطالب المجتمع الدولي بالتخلي عن التفرقات السياسية الموجودة الآن وأن يجمع شمله معا ويتحد من أجل إنهاء حالات العنف التي تدق في المنطقة إن لم يوجد حل سياسي للأزمات المتوفرة ولن توجد تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية فإننا سنشهد مزيدا من عمليات اللجوء عبر العمليات الأشخاص الذين يخاطرون بأنفسهم عبر البحر هذا إن لم تتوفر كذلك الطرق المشروعة القانونية لهذه الأشخاص هذا يفسح المجال واسع أمام المافيا تجار الأرواح في وسط البحار لذلك نحن ندع المجتمع الدولي لأن يتحد لكان ينهي هذه المشكلات السياسية ويوجد حلا لهذه المشكلات في أقرب وقت ممكن ولكن سيد أحسان الكثير من المؤخذات دائما تلقى في وجه الحكومات الغربية ولكن أليس من حق هذه الدول أيضا أن تعمل على حماية أمنها الاقتصادي وأمنها ومجالها الحيوي خاصة أن الفضاء الأوروبي أصبح الآن ضيق جدا وهل بالأمكان خلق سياسات توازي بين كل هذه المحاذير نعم في البداية طبعا هو بكل تأكيد الحل الأفضل لهذا الواقع هو حل الإشكال من الأساس هو حل هذا الصراع الدائر هو التعاون فيما بين هذه الدول لإنهاء هذا الواقع المؤلم هؤلاء اللاجئين الذين يصلون إلى أراضي الدول الأوروبية هم في النهاية لا يريدون أوروبا أو ليس الهدف من القدوم هنا هو العيش في أوروبا بقدر ما هو أنهم هربوا من الموت وبالتالي فلو توفرت لهم سبل الحياة الجيدة والآمنة في بلدانهم فهم لن يصلوا هنا وأنا شخصيا تقبلت مع العديد من اللاجئين هنا في أوروبا وكانوا يؤكدون على أنهم بمجرد أن تصبح بلدانهم في وضع أفضل وأن تصبح هناك حياة آمنة ومستقرة في بلدانهم فهم سيعودون إليها فهذا ابتداء ثم أمر آخر بالتأكيد هذه الدول من حقها الأمن وأن تحافظ على أمنها الاقتصادي والسياسي ولكن عندما نتكلم عن هؤلاء اللاجئين نحن لا نتكلم عن أنهم يمثلون في حقيقة مشكلة أمنية لأن هؤلاء اللاجئين هم جاءوا هربا من أجل حياتهم ثم أن هذه المشكلة في النهاية هي مشكلة عالمية وعلى دول العالم أن تتعاون فيما بينها من اتفاقيات دعني فقط أوضح نقطة أخيرة ماليش الوقت يعني باقتصار جدا هو أن لا بس أشكرك إذن الفكرة واضحة ومكتملة سيد أحسان عادل المستشار القانوني في المرصد الأورو متوسط الخبير القانوني في قضايا الهجرة غير الشرية من منشستر أشكر سيد محمد أبو عساكر أنها تقبص من المفاوضية العليا لشؤون اللاجئين تابعة للعلم المتحدة من دبي بهذا تنتهي هذه الحلقة من برنامج الواقع على العربين ورحب بتعليقاتكم على صفحة البرنامج على موقعي فيسبوك وتويتر شكرا لكم وإلى اللقاء ضيق جدا وهل بالإمكان خلق سياسات توازي بين كل هذه المحاذير نعم يعني في البداية طبعا هو بكل تأكيد الحل الأفضل لهذا الواقع هو حل الإشكال من الأساس هو حل هذا الصراع الدائر هو التعاون فيما بين هذه الدول لإنهاء هذا الواقع المؤلم هؤلاء اللاجئين الذين يصلون إلى أراضي الدول الأوروبية هم في النهاية لا يريدون أوروبا أو ليس الهدف من القدوم هنا هو العيش في أوروبا بقدر ما هو أنهم هربوا من الموت وبالتالي فلو توفرت لهم سبل الحياة الجيدة والآمنة في بلدانهم فهم لن يصلوا هنا وأنا شخصيا تقبلت مع العديد من اللاجئين هنا في أوروبا وكانوا يؤكدون على أنهم بمجرد أن تصبح بلدانهم في وضع أفضل وأن تصبح هناك حياة آمنة ومستقرة في بلدانهم فهم سيعودون إليها فهذا ابتداء ثم أمر آخر بالتأكيد هذه الدول من حقها الأمن وأن تحافظ على أمنها الاقتصادي والسياسي ولكن عندما نتكلم عن هؤلاء اللاجئين نحن لا نتكلم عن أنهم يمثلون في الحقيقة مشكلة أمنية لأن هؤلاء اللاجئين هم جاءوا هربا من أجل حياتهم ثم أن هذه المشكلة في النهاية هي مشكلة عالمية وعلى دول العالم أن تتعاون فيما بينها من اتفاقيات أشكرك سيد دحسد دعني فقط أوضح نقطة أخيرة ما لش الوقت إذا سمحتني هو أن لابس أشكرك إذن الفكرة واضحة ومكتملة سيدة أن الحكومات الغربية بدأت تتخلى عن مسؤوليتها القانونية والأخلاقية أيضا يعني هذه المشكلة بالنسبة للمسؤولية تقع على هناك ثلاث مستويات من المسؤولية إذا تحدثنا على المستوى الأوروبي هناك بداية دعني أقول أن المجتمع الدولي أخفق في إحلال السلام في المنطقة والعالم نحن نشهد عداد تزيد يوما بعد يوم على مستويات النزوح واللجوء في العالم سنة تلو الأخرى تزداد في عدد النازحين واللاجئين الحروب تزداد والمأساة تزداد والمشردين يزدادون ما يدفع الناس للمخاطرة بحياتهم هذا على مستوى المستوى الآخر بنسبة لدول اللجوء أو دول العبور التي يخرج منها هؤلاء اللاجئين تشدد الرقاب على هؤلاء الأشخاص مما يدفع تجار الموت بأن يتاجروا بأرواح هؤلاء الأشخاص لم تكن هناك طرق سلمية وطرق مشروعة وقانونية تسهل على حيات هؤلاء الأشخاص لم يضطر هؤلاء الأشخاص إلى اللجوء إلى تجار الموت والسماسرة الدول الأوروبية تقيد الحرية في الوصول إلى بلدانها بالطرق الشرعية والقانونية تجديد القيود على هؤلاء الأشخاص يدفع مرة أخرى تجار الموت والسماسرة إلى المقامرة بأرواح هؤلاء الأشخاص وركوب البحر بطرق سرية مهاجرين غير شرعيين والمجتمع الدولي مشغول أكثر بعقد مؤتمرات عقيمة تنتهي بالفشل في إيجاد حلول سياسية لحروب ملعونة وبعض من أجبر على ركوب البحر بحثا عن أمان مفقود في الوطن الأم قد لا يصل أبدا وتنتهي رحلته في طريق الموت ومعنا لمناقشة هذا الموضوع محمد أبو عساكر الناطق باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تابعة للأمم المتحدة من دبي ومن مدينة مانشستر أحسان عادل المستشار القانوني في المرصد الأورو متوسطي والخبير القانوني في قضايا الهجرة غير الشرعية طيب البيانات المتاحة تشير إلى أن سنة 2014 كانت سنة قياسية في مستوى الهجرة إلى أوروبا عبر البحر سواء بالنسبة للذين وصلوا فعلا أو أولاك الذين تقطعت بهم السبل وابتلعهم البحر سيد أبو عساكر لو نستفيد قليلا في الشرع حول هذا الموضوع مما رصدته تقاريركم نعم الحبيب بداية كل عام وأنت وجميع المشاهدين بألف خير وجميع اللاجئين بألف خير ونأمل أن يكون العام 2015 أمل لهؤلاء اللاجئين بالعودة إلى ديارهم وعام سلام يحلوا على البلدان التي أتوا إلى أوروبا عبر البحر سواء بالنسبة للذين وصلوا فعلا أو أولاك الذين تقطعت بهم السبل وابتلعهم البحر سيد أبو عساكر لو نستفيد قليلا في الشرع حول هذا الموضوع مما رصدته تقاريركم نعم الحبيب بداية كل عام وأنت وجميع المشاهدين بألف خير وجميع اللاجئين بألف خير ونأمل أن يكون العام 2015 أمل لهؤلاء اللاجئين بالعودة إلى ديارهم وعام سلام يحلوا على البلدان التي أتوا منها ويعودوا بأمن وسلام العام 2014 عام 2014 فعلا كان عاما مأساويا على خاصة من ركبوا البحر أريد أن أضح وأفرق بين النقطتين أساسيتين من يركبوا البحر ويخاطروا بحياتهم هؤلاء أشخاص هربوا من ديارهم ومن بلدانهم طلب للحماية هؤلاء طالبية الحماية لاجئوا إلى دول أوروبية من أجل الحماية الدولية وهناك أشخاص آخرين أيضا يركبوا البحر وهم يذهبوا بهدف طلب الرزق نحن في المفوضية السامية الأمم المتحدة لشهر اللاجين أعربنا عن قلقنا البالغ تزايد العدد الكبير في العام 2014 حيث كان هناك أكثر من 348 ألف شخص اجتازوا أو خاطروا بحياتهم عبر البحار منهم أكثر من 200 ألف الاتفاقية الخاصة باللاجئين للاتحاد الأوروبي هي أن تقوم بأخذ بصماتهم أحيانا إيطاليا تحاول أن تتغاضى عن أخذ بصمات هؤلاء اللاجئين من أجل أن يذهبوا إلى دول أخرى بحيث أن تأخذ تلك الدول بصماتهم وتتعامل معهم كلاجئين إذن نحن نتكلم عن أن هناك إشكال من ناحية تشريعية التشريعات الموجودة حاليا غير مهيئة للتعامل مع الواقع الحالي وأيضا هناك إشكال لوجستي سياسي يتعلق ب وأيضا في البنية التحتية يتعلق بمدى استعداد هذه الدول للتعامل مع هؤلاء اللاجئين ومدى تقبلها لأن تحل هذه المشكلة بشكل فعلي وحقيقي غريب لي أن نسمع دائما عن اجتماعات ومؤتمرات تعقد حول هذه الملفات ولكن لم تظهر نتائج ملموسة إلى حد الآن سيد أبو عساكر وأنتم طرف أفترض في كل هذه المشاورات لماذا لم تثمر كل هذه الاجتماعات منذ بدأت تطفو على سطح هذه الظاهرة أي نتائج إلى حد الآن؟ يعني هذه المشكلة بدأت تظهر على السطح خلال الثلاث سنوات الماضية مع تزداد الأعداد الذين يعبرون البحر كما ذكرت أن الأعداد تزيدت ثلاث أضعاف مقارنة بالعام 2011 علاوة على ذلك القدرة الاستيعابية لكثير من الدول الأوروبية وصلت إلى حد التشبع ولا يمكن بإمكانها استقبال المزيد بإضافة إلى ذلك هناك أمور لوجستية فيما يتعلق بسوريا نحن نتكلم عن نزاع دائر منذ ثلاث سنوات نتكلم حتى الآن عن مئات الألاف من القتلى هناك أعداد لاجئين هناك حوالي ثلاثة ملايين لاجئ حتى الآن هؤلاء اللاجئون يذهبون إلى البلدان المجاورة لسوريا ولكن هذه البلدان الآن تنوع عن حمل هذه الأعداد الكبيرة جدا من اللاجئين نحن نتكلم عن وضع استثنائع في التاريخ يعني ربما ليس فقط في التاريخ الحديث بل في تاريخ البشرية كلها أننا نتكلم عن هذا العدد الضخم جدا من اللاجئين وبالتالي فبالتأكيد هذا الواقع يفرز أن هؤلاء اللاجئين يبحثون عن سبل أخرى لحياة أفضل وهم يعتقدون أن ربما يكون هناك في أوروبا هناك فردوس موعود هناك جنة يعتقدون أنها ربما تكون موجودة يفتقدونها في البلدان التي يعيشون فيها أو التي يلجأون إليها سيد أبو عساكر أعتقد أنه من الضروري التفريق بين طالبي اللجوء وقد ينسحب هذا الموضوع على السوريين ربما بشكل أو بآخر وعلى الذين يرمون الهجرة الاقتصادية لطلب الرزق يعني هل في تقاريركم ما يفصل بين هذين المظهرين من الهجرة غير الشرعية يعني بداية موضوع الهجرة غير الشرعية يعني يصعب التنبؤ بالأرقام الحقيقية للذين يركبون البحر لأنه يتاجرون بأرواح هؤلاء الأشخاص منهم يعني 75% منهم نساء وأطفال يتاجرون بأرواحهم ويجنوا ملايين الدولارات هؤلاء يجب من يقدموا المحاكمات علاوة على ذلك هناك أشخاص يفقدون أرواحهم في هذه المحاولات الخطرة جدا نحن نتحدث على العام 2014 حتى شهر نوفمبر الماضي هناك أكثر من 4200 شخص فقدوا أرواحهم ولقوا حتفهم وسط البحر منهم 3200 شخص في البحر متوسط وحده هذه أرقام غير مسبوقة نحن نتحدث على ثلاث أضعاف الرقم مقارنة بالعام 2011 نتحدث على طالبية اللجوء الذين أتوا من المناطق العربية هذا يتزامن في الوقت الذي تزداد فيها الحروب شراسة في الوقت الذي تزداد فيها عمليات النزوح في المنطقة نحن نتحدث على أن في العام 2013 وحده هناك أكثر من 10 مليون شخص أجبروا على ترك منازلهم منهم 2.5 لاجئين يعني 2.5 مليون لاجئ يعني أضطروا أن يعبروا الحدود الدولية إلى دول مجاورة في عام واحد هذه أرقام لم نشهدها منذ الحرب رواندا منذ 20 عاما هذه أرقام غير مسبوقة نتحدث على موجات نزوح كبيرة وموجات لجوء كذلك كبيرة الدول المجاورة للمناطق التي تشهد النزاع تشهد اقتضاد ومعاناة وعبئ كبير على المستوى الاقتصادي والاجتماعي تتطلق